أطلقت دائرة الزراعة في محافظة الأمبار خطتها الشتوية لهذا العام والتي تشمل تزويد المزارعين بالبذور اللازمة لزراعة محاصيل الحنطة والشعير إضافة إلى دعم إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والمنتجات الأساسية وتعزيز الاقتصاد المحلي ضمن خطتنا ومنهجنا نحقق الاكتفاء الذاتي خلال هذا الموسم وتم إدخال حدود 1500 مرشاة في محافظة الأمبار مرشاة محورية خلال هذا الفترة ولدينا مشروع آخر من قبل الوزارة والتعاون ما بين المصرف الزراعي والتجهيدة الزراعية على أن نوصل خلال هذه الفترة لأكثر من 2000 مرشاة أخرى بحيث طموحنا وهدفنا أن نصل أكثر من 7000 مرشاة محورية في محافظة الأمبار تحققنا لأن الغداء هو اكتفاء تام في محاصيل الزراعية والمحاصيل الستراتيجية ونحقق لأن الغداء ما يخص لحوم الحمراء والبيضاء المزارعون باشروا في مناطق مختلفة من المحافظة بصراعة المحاصيل المتنوعة بهدف تزويد الأسواق بالمنتجات المحلية إذ أكدوا أهمية الاعتماد على المحاصيل الوطنية وتخفيض الاعتماد على المستورد معتبرين أن هذه الخطوة تساهم في رفع جودة المنتجات الغدائية ودعم المجتمع المحلي نحن جزيرة الرمادة زرعنا خيار وطماطة وبتياتة والنزرة حنطة وشعير بس نعاني من المي المي يجينا بسبوع يعني يومين يعني يومين يجينا يعني ما يكفل والبذوء الكيميائي غالي يعني زرع قوية مو تقول بسيطة بشنه قامت العالم تبعو في الزرع عليش من يقع الموسمانة يفتحون الحدود وينزل السوق أنا العام خسارت قسم من البتياتة قسم خسارت بيها واصلة خسارت بيها واصلة سدت نفسها لياش 200 دينار بحت الكيل أنا ما أخططان بـ 850 يبير على الكيلة 200-180 فأقول بركة السنة من يقع الموسمانة بركة تشدون الحدود يعني فترة محدودة لمدة شهرين ثلاثة ومع هذا التوجه نحو الافتفاء الذاتي تأمل دائرة الزراعة والمزارعون في الأنبار أن تشهد الفترة المقبلة إنتاجا وفيرا يسد حاجة الأسواق ويعزز الأمن الغذائي من الأنبار معادة دولايمي آئينيوز ترجمة نانسي قنقر